طب إذا كان الحال هذا ومصالح الدول الكبرى أن تستقر السودان ويستقر القرن الإفريقي لماذا لا تفكر في أن تقوي الجيش الوطني السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ويبقى انتصاره على حمدتي وهي قادرة إذا أرادت يعني هو بالتأكيد الأمريكان دايماً بيشوفوا يستيعبوا من هو الأقوى لأنه ممكن يعني بمنطقة البساطة هو يعني رسمياً يدعمه البرهان تمام لأن في الجانب الآخر بوتين وروسيا يدعمه حمدتي ومليشياته الإرهابية وروسيا يعني تحمل قواتها لقوات فاجنر للجيش الخاص الذي يأتمر بالتأكيد بأوامر الكريمني أو أوامر بوتين في أكثر من خمس دول في أفريقي هي تريد أن تخلق يعني فريق من الدول الأفريقية عدو لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فهي بالتأكيد بتوسع الخلاف الموجود النهاردة في أوكرانيا وروسيا والحرب العالمية الثالثة التي بدأت فعلاً في فبراير عشرين اثنين وعشرين نحن ودخلنا خلاص بالحرب العالمية الثالثة وهو بالتأكيد مصالح كبيرة جداً لروسيا روسيا تريد أن يكون لها منفذ على بحر الأحمر هي قاعدة بورت سودان كما لها منفذ على البحر المتوسط في قاعدة حماي من أبو ترتوس السورية روسيا بالتأكيد تريد أن تحقق مصالحها تريد أن تضرب مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ولكن الأمريكان للأسف الشديد بيفكروا من هو له القوة في السودان هل هو الجيش السوداني والبرهان ولا ممكن يكون حمدتي وممكن الولايات المتحدة الأمريكية تضع يديها في هذه حمدتي إذا ما سيطر على الأمور هناك وأنا أعتقد أن هذا لن يحدث لأنه بالتأكيد هناك التفاف شعبي حول الجيش السوداني من الشعب السوداني تنبه الشعب السوداني أن هناك خطر داهم على السودان ويمكن أن يقسم شمال السودان الذي كان سودان واحد وأصبح جنوب وشمال النهاردة السودان مرشحة عن تنفصل وينفصل إقليم درفور وبالتأكيد لا يريد السورين هذا الأمر أيضا فيه طرف إقليمي آخر في منطقة الخطورة وهو أسيوبيا ورئيس وزراءها أبي أحمد يدعم حمدتي دعماً دولجستياً وعسكرياً بل قيل أنه تم إسقطة طائرة كانت متاجهة من شرق السودان وهو بالتأكيد جاية من الدولة الإقليمية وهي أسيوبيا وأيضاً إريتريا بتدعم ميليشيا حمدتي فأعتقد أنه بالتأكيد من مصلحة أبي أحمد أن يكون السودان غارقاً في مشاكله أن يضعف السودان حتى تتوقف مفاوضات سد النهضة وحتى يتم الملء الرابع وأيضاً يحتل مرة أخرى الفشقة الصغرى والفشقة القبرى دخلت الميليشيات الأسيوبية المدعومة من الجيش الأسيوبي إلى الفشقة مرة أخرى التي كان تم تحريرها من الجيش السوداني وطارد هذه الميليشيات التي اغتصبت الأراضي دي وهي مليون فدان تقريباً أكثر من 25 سنة فأعتقد الأمور هناك الكثير من المصالح المتضاربة وأعتقد أن الولايات المتحدة الملكية تنتظر لترى من سوف يكون له الغلبة أعتقد أن الجيش السوداني يحقق على الأرض نجاحات وأعتقد أنه يسيطر على الأمور يعني بنسبة كبيرة عندما تم السيطرة على كل مقار هذه الميليشيات الماريقة أعتقد أن هم في موقف يحسادوا عليه الوقود بدأ ينفذ الأسلحة والذكائر بدأت تنفذ محاولات القدوم من ليبيا وخاصة من حفتر الذي يدعم حمدتي وبالتأكيد يدعم حمدتي لمصلحة روسيا لأن حفتر تآخر في الفترة الأخيرة مع ميليشيات فاجنر التي حربوا جنب إلى جنب في غرب ليبيا فأعتقد أن الأمور يمكن أن يعني تنجلي عن الموقف من له صاحب القوة وله الصاتو أعتقد أن الجيش السوداني سوف يكمل عملياته ويفرض سيطرته بالكامل بس لابد أن ننظر الأمر بنظرة شاملة ترجمة نانسي قنقر